الحمد لله وصلى الله على رسوله محمد وسلم ووعد فقد اتفق السلف والخلف على أن العلم الديني لا يؤخذ بالمطالعة من الكتب بل بالتعلم من عارف ثقة أخذ عن مثله إلى الصحابة وهذا مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه رواه الطبراني وقد كثر في زماننا هؤلاء الجهال الذين يتصدرون للتأليف والفتوى وهم لم يسبق لهم أن جفوا بين يدي عالم ثقة للتعلم ولا قرأوا عليهم ولا شموا رائحة العلم فأقدموا على التدريس والتأليف فزلوا وضلوا وأضلوا ومن وقف على كتبهم وكان من أهل الفهم والتمييز وجدها محشوة بالفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان وعلم أنها تنادي بجهلهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشخص إذا لم يتعلم عند أهل الحق ثم اطلع على نص قرآني أو حديثي صحيح قد يتوهم من ظاهره خلاف الصواب وفهمه السقيم قد يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله تعالى كالذين يطالعون المصحف والأحاديث ثم يفسرون من عند أنفسهم ولنا على ذلك أمثلة كثيرة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها يا حميراء أي يا حمراء الوجه لأنها رضي الله عنها كانت حمراء الوجه جميلة وهذا يا أحبابنا للدلال فظن شخص لجهله أن هذا تصغير لحمارة فكفر والعياذ بالله تعالى لأن معنى كلامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقع في سبها بغير حق وهذه معصية كبيرة تستحيل في حق الأنبياء أما معنى حميراء فهو تصغير حمراء لأنها رضي الله عنها وعن أبيها كانت حمراء الوجه جميلة لذلك الرسول كان يقول لها ذلك وهذا للدلال فمن سمع هذا الحديث ولم يسمع بتفسيره من أهل العلم الثقات فليس له أن يخوض في تفسيره بغير علم وفي الختام أؤكد عليكم يا أحبابنا أن العلم الديني لا يؤخذ بالمطالعة من الكتب بل بالتعلم من عارف ثقة أخذ عن مثله إلى الصحابة الكرام الذين أخذوا عن سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمد هذا طريق السلامة في تلقي علم الدين فانتبهوا وفقكم الله والله تعالى أعلم وأحكم